اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مذكرات متابعة لاتخاذ ما يلزم لتذليل اي معوقات قد تحول او تؤخر تنفيذ البرامج والمشاريع المنفذة لبرنامج عمل الحكومة ثم ادان مجلس الوزراء واستنكر بشدة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين الابرياء عبر استهداف مطار ابه الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكد المجلس بان هذا العمل الاجرامي المشين يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا لكافة القوانين والاعراف الدولية مشددا المجلس على وقوف مملكة البحرين ومساندتها التامة للمملكة العربية السعودية الشقيقة فامن السعودية من امن البحرين وكليهما جزء لا يتجزأ ودع المجلس المجتمع الدولي للتحرك الجاد لمواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية التي تقود الى زعزعة امن المنطقة واستقرارها بعدها عبر مجلس الوزراء عن ادانته الهجومين الذين استهدفان قلتين نفط في بحر عمان ووصفهما بانهما حدثين خطيرين يمثلان تهديدا مباشرا على امن واستقرار المنطقة ويعرضان للخطر حرية الملاحة والتجارة الدولية والامدادات النفطية الى العالم وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحد من مثل هذه المخاطر بتأمين الحماية للملاحة البحرية في المنطقة وتجنب تدعيات مثل تلك المخاطر على اسواق الطاقة وعلى الامن والاستقرار بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدوى الاعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية اولا وجه مجلس الوزراء الوزرات والجهة الحكومية الى توفير كافة السبل التي من شأنها تحفيز الاستثمارات المقدمة من الاندية والمراكز الشبابية وتسهيل اجراءاتها الادارية للحصول على الموافقات اللازمة وسرعة اصدار الترخيص بما يحفز الاستثمار ويذلل العقبات امام المستثمرين دعما لارادات الاندية والمراكز الشبابية ويسهم في تحقيق المزيد من التطوير للقطاعين الرياضي والشبابي وينسجم ذلك مع توصية قمة الرياضة التي عقدت في الرابع من مارس الماضي 2019 بالتركيز في تفعيل فرص الاستثمار للاندية والمراكز الشبابية والتي كانت اولى الخطوات التنفيذية لها التي اتخذتها مملكة البحرين انشاء ادارة الاستثمار حديثا بوزارة الشؤون الشباب والرياضة وطلع المجلس في هذا الصدد على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة ثانيا نوه مجلس الوزراء بنتائج اداء الاقتصاد الوطني في الفصل الاول من العام 2019 الذي عكسه استمرار معدلات النمو الايجابي والملحوظ للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.7% وللقطاعات النفطية بنسبة 9.2% وزيادة النمو في القطاعات غير النفطية ومنها الارتفاع في مساهمة الفنادق والمطاعم والناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8% وفي نشاط المشروعات المالية بنسبة 3.5% وقطاع البناء والانشآت بنسبة 2.9% وذلك خلال استعراض المجلس للتقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الاول من العام 2019 والذي عرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث عكست نتائج الاداء الاقتصادي للربع المذكور استمرار النمو الايجابي للاقتصاد الوطني بالتوازي مع برنامج التوازن المالي الذي يسير بالاتجاه الصحيح عبر التنفيذ السليم للمبادرات والتي تشكله وفق ما هو مخطط له ثالثا قدم وزير الاشقال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقريرا حول تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن استكمال الاحتياجات الخدمية في المجمعات الجديدة بالزلاق تضمن ما تم تنفيذه في المرحلة الاولى وما وصل اليه العمل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنطقة الجديدة في الزلاق وبما يحقق الرغبة المرفوع بهذا الصدد من مجلس النواب رابعا بحث مجلس الوزراء تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المقرر رفعه الى مجموعة العمل المالي فاتف ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بنافاتف كما بحث المجلس ايضا مشروع قرار بشأن الالتزامات المتعلقة باجراءات حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والنغل غير المشروع للاموال عبر الحدود في اعمال المرخص لها لمزاولة انشطة القطاع العقاري وقد شرح معالي نائب رئيس المجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية توصية اللجنة بخصوص الموضوعين اعلاه فيما قدم سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي شرحا حول ما تضمنه تقرير التقييم وخطة العمل المرحلية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لمملكة البحرين وقرر المجلس موصلة بحثهما في جلسات مقبلة بعد اخضاعهما لمزيد من الدراسة في لجنة خاصة بالتعاون مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية خامسا اطلع مجلس الوزارة على نتائج اعتماد 16 مستشفى عام وتخصصي منها مستشفيين حكوميين تعليميين والذي يأتي ضمن التقارير المتعلقة بمستوى جودة واداء المؤسسات الصحية الذي تعده الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حيث اعتمد المجلس ما جاء في التقرير المذكور والذي عرضته سعادة وزيرة الصحة سادسا وفق مجلس الوزارة على مشروعي قرارين الاول بانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب الايدز برئاسة وزيرة الصحة ومثلين عن الجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الاختصاص والثاني باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رغم واحد لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب الايدز وحماية حقوق الاشخاص المتعيشين معه حيث تتناول لائحة تنفيذية الاسس والاجراءات الكفيلة بتنفيذ نصوص القانوني آنف الذكر واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب الايدز وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سابعا أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن عادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته ثامنا وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالاقصات المستحقة خلال شهر رمضان بعدها انتقل مجلس الوزراء الى بند التقارير الوزارية وقد اطلع المجلس ضمن هذا الخصوص على نتائج مؤتمر القمة الخامس لتجمع التفاعل واجراءة بناء الثقة في اسيا سيكا الذي عقد في دوشنبا بجمهورية طاجكستان وحضره نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى معالي وزير الخارجية